الروح الكدس الذي يعين البور رمي الإصحاح السامن الآية السادسة والعشرون إلى السامنة والعشرون وكذلك الروح أيضا يمدنا بالعون لنقهر ضعفنا فإننا لا نعلم ما يجب أن نصلي لأجله كما يليك ولكن الروح نفسه يؤدي الشفاعة عنا بأن يتنتفوق التعبير على أن فاحس القلوب يعلم قصد الروح لأن الروح يشفع في الكدسين بما يوافق الله وإننا نعلم أن الله يجعل جميع الأمور تعمل معا لأجل الخير لمحبيه المدعوين بحسب قصده الروح الكدس يسكن في قلوب أولئك الذين يؤمنون ببر الله الروح الكدس يجعلهم يصلون ويساعدهم على ذلك أيضا يشفع فيهم بأنات لا ينتج بها هذا يعني أن الروح الكدس يعينهم كي يصلوا حسب إرادة الله لهذا أولئك الذين يؤمنون ببر الله يدعون أولاد الله وبعد الرب لهم أنه سيكون معهم دائما وإلى إنكداء الظهر إن الروح الكدس بداخل البار يشفع بحسب إرادة الله في اعتقادك كيف يمكن أن تأخذ الروح الكدس بالصلاة هل تعتقد بأنك يمكن أن تقبل الروح بالرغم من كل أسامك الروح الكدس يعمل ويسكن فقط في قلوب أولئك الذين يؤمنون ببر الله المسيحيون الذين يرغبون في الصلاة بحسب إرادة الله يعينهم الروح الكدس فيتعلمون ويفهمون ما يجب أن يصلوا لأجله إذا كنت قد قبلت الروح الكدس بالإيمان ببر الله فالروح الكدس سيشفع فيك ويقود طريقك جميع الأمور تعمل معا لأجل الخير وأننا نعلم أن الله يجعل جميع الأمور تعمل معا لأجل الخير لمحبيها المدعوين بحسب قصده رمي الإصحاح السامن الآية السامنة والعشرون الله في صف المؤمنين ويجعل كل الأمور تعمل معا لأجل الخير لمحبيه يحب الله المؤمنين المولودين مرة ثانية قد يستخدم أعدائنا أحيانا لمنفعتنا لكن في النهاية يعاكبهم لأسامهم وهكذا كل عدو لنا سيهلك بعقابه الأبدي لأن كل شيء يسمح به الله هو فقط لخير المؤمنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر